طيب تعالوا بقى نروح دلوقتي live view وآخر تدريب للمنتخب منتخب مصر طبعا قبل السفر للسنغال ومعلومات بحبين ان احنا اكيد نتعرف عليها من مرسلنا العزيز محمد توفيق يا توفيق صباح الخير عليك طبعا وصبح لنا على اللعيبة وصبح لنا على كل ناس اللي عندك وخلينا نتمن منك كده انقلنا الصورة كاننا عادين معاك بالزبط ايه اللي بيحصل ايه اللي حصل من بداية اليوم كواليس برضو هذا التدريب لو كان فيه اي نقاشات تمت يعني على برضو الهامش او على الجانب خلينا نتطلع عليها تفضل يا توفيق صباح الخير يا نهوان صباح الخير يا كريم تحياتي لكم وكل مشاهدي عشرة صبح في الاهلي يعني زي ما انتو قلتنا معاكم بالفعل من هنا مستاد 30 يونيو في التجمع الخامس والتدريب الرئيسي والاخير لمنتخب مصر قبل السفر ان شاء الله في تمام الرابع عصر اليوم لسنغال على متن طائرة خاصة طبعا ده عشان توفير الراحة للعابين وعشان تكون الرحلة بشكل مباشر وعدم هبوط الطائرة في اي مكان للتزاود بالوقود طبعا ده عشان ضيق الوقت بين المباراتين يمكن المباراة الاولى اللي منتخبنا الحمد لله فاز فيها بهدف مدون مقابل ان شاء الله المباراة تانية يوم السلساء المجبل ان شاء الله فيه تمام السبع مساء بتوقيت القاهرة الخامسة مساء بتوقيت ضكار يمكن البرنامج بتاع المنتخب والاعداد بدأ من يوم المباراة نفسها يمكن مستر كيروش في بادرة طيبة اللاعبين اللي لازلينها لم يشاركوا في المباراة تم خوض مرانهم في ملعب استاد القاهرة عقب المباراة مباشرة يمكن انبارح فضل الجهاز الفني ان يكون تدريب استشفائي خفيف طبعا للاجهاد اللي بيخدوا اللاعبين في الفترة القليلة بين المباراتين فكان التدريب انبارح في فندق الاقامة تدريب استشفائي خفيف يمكن اهم من مميزات التدريب هو انضمام رامي ربيع مدافع نادي الاهلي وعلي جبر لمنتخب مصر طبعا بدلا من محمود حمد الوينش اللي خروجه من القائمة بسبب اللي حصل على انذار التاني وكمان اصابة لأمنا محمد عبد المنعم اللي بنتمنى له كل الشفاء بإذن الله رب العالمين كمان يمكن اقتحاد القرى قرر صفر محمود حمد الوينش برغم عدم خوض المباراة ولكن ليكون موجود مع قوام الفريق ومؤذر الزملية وفي هذه المرحلة المهمة يمكن كمان كان السماع الرئاسية في المران أمس هو حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للتدريب والشد من الأزر اللاعبين طبعا هنقهم على الفصف المرارة الأولى وشد من أزرهم وطلبهم بالتركيز لمدة تسعين دقيقة تفصلنا على الحلم والوصول لمونديال قطر عشرين اتنين وعشرين يمكن بقى برنامج النهاردة زي ما سألت هنا هواند الفريق يمكن مجبط الافطار كانت في الصباح المبكر بعادية هنا المران زي ما قلنا ده الرئيسي والأخير قبل السفر المران يمكن في اللحظات اللي بكلمكم فيها الوقت يعني شغال إن شاء الله من بعده اللاعبين هيتوجه الفندق لقامة لتناول وجبة الغزاء أو من بعدها التواجه لمطار القاهرة لاستقلاج الطائرة إن شاء الله المسافرة إلى دكار زي ما قلنا رحلة خاصة بدون توقف من القاهرة لدكار مباشرة طبعا لتوفير الراحة للعبين خليها كلامك يعني كمان أكلمكم عن برنامج الفريق في السنغال إن شاء الله يمكن الفريق هيوصل النهاردة في ساعة يعني مبكرة من مساء اليوم للسنغال هيكون فيه راحة طبعا ما فيش أي تدريبات النهاردة تاني بكرة هو تدريب وحيد بس هيخد المنتخب الوطني في السنغال على ملعب المباراة ملعب عبدالله واد ودوة ملعب لأول مرة هتقوم عليه مباراة رسمية تبقى مباراة مصر والسنغال زي ما قلنا الخامسة مساء بتوقيت دكار السبعة بتوقيت القاهرة لكن بس المباراة وحيدة لعبت على هذا الملعب كانت مباراة تعرضية ما بين أساطير أفريقيا وأساطير العالم يعني مطلع الشهر الجاري ولكن ده إن شاء الله هتكون أول مباراة الملعب طبعا يسعى لخمسين ألف متفرج إن شاء الله يبقى وشه خير على المنتخب مصر ويحقق أول فوس في تاريخه في السنغال عادي أقولك كمان يمكن السفيرة المصرية في دولة السنغال الشقيقة يمكن السفيرة أنها خضر سفيرة مصر في السنغال اتكلمت وطمنت الجهاز الفني واللعبين هنا في مصر هل تقولون أنه فيه تنصيقات بشكل كبير جدا ما بين مصر وما بين الجانب السنغالي يمكن كمان يوم السلساء يعني يوم عمل عادي في السنغال فطبعا ده بقى فيه زحام كتير لكن عاز أقولكم أن يوم المباراة اللي كانت يوم الجمعة هو يوم عمل عادي في السنغال يمكن الرئيس السنغالي ماكي سال أعطى يعني زي ما بقول أجازة نص يوم لكل الموظفين في الدولة هناك وكل العاملين في السنغال بدل ما ينصرفوا في الخامسة مساء طم ينصرفهم في الحادات عشر صباحا أعتقد أن يوم السلساء كمان مش يبقى نص يوم أعتقد أن الشعب السنغالي كله هياخد أجازة وده يبقى حاجة كويسة جدا للمتخب في تحركاته خاصة أن فند أقامة الفريق يبعد عن ملعب المباراة اللي هيخد عليه الفريق سواء المباراة أو التدريب الأخير بحوالي 60 كيلو متر فإن شاء الله يمكنش فيه زحام ويكون يوم أجازة ويقدر المتخب يوصل بكل سهولة كل الأجواء هنا مهيئة للحالة المعنوية أكثر من رائعة طبعا يمكن كان فيه كلام كتير جدا مع اللعبين والجهاز الفني الناس مش مطمئنة شوية النتيجة لكن عاوز أقول لكم من كل المباراة اللي تم خوضها في التصفيات أعتقد أن الفريق الوحيد اللي قدر يحقق الفوز على أرض هو كان منتخب مصر شوفنا تونس بتكسب بره ملعبها مالي الجزائر بتكسب بره ملعبها الكاميرون تعادل نيجيري على أرض غانا بس يا توفيق أنا يعني عشان أنت طبعا بتسترسل في الكلام بطول كلام في غاية الأهمية بس في حاجات أنت بتقولها مهمة فحب أن أنا يعني أستوقفك شوية عشان نعرف مزيد من التفاصيل أولا أنت بتتكلم أن الأجواء مهيئة جدا طبعا إن شاء الله هيبقى يوم الثلاثة للمنتخب وفكرة أن ملعب جديد فإن شاء الله يكون وش كويس علينا تمام بس خليني أعرف منك برضو يعني الأجواء في الشارع عاملة إزاي دي حاجة لو أنت عندك معلومات من دلوقتي كيف ترى الصحافة برضو هناك هذا اللقاء المرتقب الجو هيبقى عامل إزاي عشان نتطمن برضو أعتقد المطشة هيبقى بتوقيتنا هنا تقريبا خمسة ونص حاجة زي كده أو أنت صلح لي الحاجة الثالثة أنت كلمت سريعا عن الروح المعنوية للمنتخب المصري ولكن أنا عايزة مزيد من التفاصيل حول هذه النقطة لأن احنا كنا بنتكلم كلنا أن في مباراة الذهاب لو قدرنا أن احنا نفوز على أرضنا ممكن نكون رايحين بروح معنوية مرتفعة جدا وده يدينا ثقة وربما يبقى له تأثير كبير على الأرض في مباراة الإياب البعض هنا في مصر خليني أنا قل لك الصورة برضو يعني عشان تبقى وصلالك بيتكلم أن مش دي الروح المعنوية اللي احنا كنا متوقعينها لأن ربما حققنا الفوز لكن لم نحقق الأداء الأفضل البعض الآخر بيرى دي مش مباراة أداء خالص أنا كنت عايزة أخش أحصل على حاجات معينة وحصلت عليها فخليني أعرف منك أكتر لو نركز على النقاط دي فاضل يا توفيق بالفعل أنا هون زي ما قلت قلت يمكن حدقلك بنبض الشرع السنغالي والصحافة السنغالية من بعد المباراة يمكن طبعا فيه تخوف كتير جدا في الجانب السنغالي أنت بقى عندهم مشكلة أن منتخب السنغال بلعب 120 دقيقة قدام منتخب مصر في نهاية كاسوة أفريقية 90 دقيقة هنا في أستاذ القاهرة 210 دقيقة منتخب السنغال لم يستطيع يعني زي ما قلوه الوصول للشباك منتخب مصر إن شاء الله لا يستطيع كمان في مباراة العودة يوم السلساء يمكن ده أصار تخوف كبير جدا ما بين جماهير السنغال يعني يمكن أبرز التصريحات أو أبرز العنوية اللي طلقت في الصحافة السنغالية عاكم المباراة مباشرة كانت المصريين ينتقمون لهزيماتهم في نهاية كاس أفريقيا أمام السنغال وده يمكن زي ما قلنا منتخب مصر حقق الفوز يمكن السنغال في حالة من عدم الفعالية الهجومية والحمد لله إن شاء الله تستمر ده أعمل قلق كبير جدا يمكن نخلى كمان المدير الفني منتخب السنغال يطلب إن مشجعين السنغال طلبهم يعني زي ما قال كده نصا قال إن طلبتهم بالتشجيع بيطعصوا بزيادة شوية أثناء مباراة مصر كلمتيني كمان على درجة الحرارة يمكن المباراة تبقى السابعة بما توقيت القاهرة الخامسة مثلا بتوقيت السنغال درجة الحرارة لن تقل بقى حالة نحوالي عن 35 درجة مقوية في هذا التوقيت من العام في الضكار يعني بإذن الله يكون كل حاجة مهيئة إن شاء الله منتخب مصر يحقق نتيجة جابية بتتكلمي كمان عن ردود فعل الشارع طبعا الناس ممكن ما تكونش راضية على أداء بس طبعا مش عاوزين نغفل إن احنا زي ما قلتلك بلعب منتخب السنغال هو الأفضل في أفريقيا ومن أفضل عشرين منتخب على مستوى العالم كمان زي ما قلتلك يمكن كل النتائج لو هبص دواء الدور فاصل كل المتخبات المتأهلة لي على مستوى عالي جدا يمكن كل المتخبات التصنيف التاني محدش اللي هما لعبوا زي ما تقول مباراة الزهاب على ملعبه ومنهم منتخب مصر لم يحقق أي فريق الفوز على ملعبه كل النتائج كل النتائج زي ما انت شفت يمكن فرقه هدف واحد إن شاء الله منتخب مصر قادر إن شاء الله مليون وقتر أكيد بيتمنوا الكلام ده شكرا لك جدا ويا رب يرجعونا إن شاء الله بألف سلامة وبالنتيجة فعلا المرجوة يا رب إن شاء الله